هو ايه الشيء ده اللي طاير في السماء دي حمامة دي ولا طيارة ازاي بيسمحوا بعرض الاشياء دي عالسوشيال ميديا في الحقيقة اللي انت شايفه ده يبقى اكبر منطاط في العالم وبيطلق عليه اسم ايرلاندرتين وهو مش بس حجمه كبير هو يعتبر بداية العصر الجديد للطيران او الصفر الجوي الموفر للوقود والمتعدد الاستخدام للركاب والبضائع واي شيء انت نفسك فيه تعالوا نشوف ايه قصة المؤخرة الكبيرة دي اللي طايره في السماء اولا ايه هي فكرة عمل المنطاط الجاذبية الارضية بتسحب اي شيء له وزن الاسفل فانت علشان تقاوم الجاذبية وتطلع فوق لازم يكون عندك القدرة على ثلاث اشياء من دول يا اما الطفو او الدفع العمودي او الرفع الدفع العمودي زي مثلا الطائرات الهليكوبتر والسواريخ والرفع زي الطائرات النفاسة العادية اما الطفو فهو ده اللي بتستخدمه المناطيد طب ايه هي فكرة الطفو فكرة الطفو هي ان السائل الاكسر كسافة بيبزي القوة على مادة صلبة اقل كسافة وده اللي بيخلي المادة الصلبة تطفو فوق السائل انا عارف انك بتشبهها بقطعة من الفلين عيمة على وش المية لكن بالنسبة للشخص الفيزيائي اي شيء بيتضفق هو سائل بما في ذلك الغازات زي الهواء يعني انت علشان تخلي اي جسم يطير لازم تخلي كسافته اقل من كسافة الهواء حتى المواد خفيفة الوزن زي الالومونيوم او الياف الكربون هتكون كسيفة جدا علشان تخليها تطفو او تطير في الهواء فعلشان تخليها تنجز المهمة دي اللي هي مهمة الطيران هتحتاج المواد دي العام المساعد انك تضيف لها مواد اقل كسافة من الهواء علشان يبقى كل شيء اقل كسافة بشكل عام عندك مثلا البلالين بتاعت الحفلات هي مصنوعة اصلا من مادة اللاتيكس وهي مادة كسافتها اكتر من كسافة الهواء فعلشان تخليها ترتفع لازم تملاها بغاز الهيليوم الطائرات العائمة او اللي بتطفو في الهواء زي المناطيد اعتبر انها بلونات بس حجمها كبير جدا جدا البلونات دي بتتملي عادة بغاز خفيف زي الهيليوم كانت زمان المناطيد دي بتتملي بغاز الهايدروجين شديد اللي اشتعال لكن ده ما خطره كبيرة زي الحادثة الشهيرة لاحتراق وتحطم المنطاد الالماني هندنبورج في سنة 1937 لحسن الحظ ان الهيليوم من الغازات النبيلة او الخاملة يعني ملوش اي مخاطر ولا له اي رائحة ولا بيشتعل زي الهايدروجين واظن ان دي فكرة كويسة لما يكون مؤخرة كبيرة بالشكل ده ما تطلعش غازات لها ريحة وبتشتعل المنطاد ايرلندر 10 بيحتوي على اربع محركات بقوة 325 حصان يعني مثلا بقوة دفع 6 سيارات دفع رباع صغيرة لكن تعال بقى الطائرة زي البوينج 787 دي المحركات بتاعتها تساوي تقريبا 400 سيارة دفع رباعي معنى كده ان المنطاد المحرك بتاعه بيحتاج طاقة اقل بكتير جدا من الطائرات العادية لكن فيه هنا مشكلة وهي الوزن او الحمولة المنطاد العادي ممكن يشيل حمولة وزنها طن ونص لكن ما تقدرش تزاود الوزن عن كده كانك جبت بلونة وربطت فيها حجر استحالة انها تطير انما مثلا طائرة زي البوينج 787 ممكن تشيل لحد 20 طن من البضايا طب معنى كده علشان نخلي المنطاد يشيل وزن اكبر هنحتاج يبقى حجمه كبير جدا علشان ياخد اكبر كمية من الهيليوم للأسف الحل ده غير عملي وهقولك ليه عندك المنطاد ايرلندر تن اللي هو اكبر منطاد في العالم طوله 92 متر وارتفاعه 26 متر وعرضه 43 متر ونص المنطاد ده بيستخدم محركين عموديين علشان يساعدوه على ابقاءه في الهواء ودي عاملة بالزبط زي محركات الهيليكوبتر اللي بتدفع الهواء الاسفل علشان تخلي الطائرة ترتفع لأعلى صحيح ان الهيليوم بيوفر للمنطاد طاقة كبيرة جدا لكن ان يتركب له اجهزة دفع فمعنى كده ان في جاذبية اضافية عليه فهل معنى كده ان المنطاد ايرلندر تن هو طائرة هيليكوبتر عملاقة طيب بالنسبة للطائرات العادية ازاي بتستخدم الاجنحة بتاعتها في الطيران رغم ان الاجنحة بتاعتها سابتة مش بترفرف يعني زي الطيور قلنا ان الطائرات دي بتطير عن طريق الرفع وعلشان يتم الرفع لازم الهواء يتضفق بقوة فوق الجناح وحواليه تصادم وتضفق الهواء مع الجناح بيولد قوة الاختلافات الصغيرة في شكل الجناح بتأديل تغيرات كبيرة في القوة والضغوط دي فتصنيع الجناح القابل للتعديل بيسمح للطائرة في التحكم بمدى تفاعلها مع الهواء والتفاعلات المعقدة دي كلها بتشتغل مع بعض علشان تولد قوة الرفع قوة الرفع بتكون قوية جدا بشكل مش معقول وده اللي بيسمح للطائرات انها تشيل مئات من الاطنان وتفضل تحلق في السماء ولان الحركة ضرورية جدا لوجود الرفع فالطائرات بتحتاج لمحركات ضخمة جدا علشان تتفاها بسرعة كبيرة في الهواء اما المنطاد ايرلندر فبيحتاج لمحركات صغيرة مقارنة بالطائرات النفاسة لان الهيكل الضخم بتاعه بيوفر مساحة كبيرة لتحريك الهواء للتفاعل مع جسم المنطاد وتوليد بعض قوة الدفع بما ان المنطاد ايرلندر هو وسيلة لنقل المسافرين فعلشان يبقى وسيلة فعالة لازم تكون سرعته في النقل زيها زي الطائرات الطائرات سريعة جدا في نقل المسافرين لكنها بتحتاج لمدرج طويل للإقلاع والهبوط بالاضافة ان المدارك دي بتحتاج على طول لصيانة دورية اما الايرلندر ما بيحتاجش اي مدرج هو على طول بيرتفع من مكانه لفوق في الهواء وبينزل على اي ارض بصوا هو الخلاصة ان الايرلندر لا يعتبر منطاد ولا يعتبر هليكوبتر ولا يعتبر طائرة نفاسة هو حاجة كده ميكسة او خليط بينهم هم التلاتة وهو بيشتغل بطريقة معيارية مش سابقة بحيث انك ممكن تبدل او تتحكم في اجزائه حسب طبيعة الرحلة اللي بيعملها سواء انت عايز تستخدمه في صفر الركاب او في نقل البضايع او في البحث العلمي فالايرلندر تن ممكن يعملك الوظائف دي كلها مع حمولة ممكن توصل لعشرة تن على الرغم ان الحمولة الكبيرة دي لعشرة تن مش زي حمولة الطائرات التجارية العادية لكن انت هتنقلها بكمية قليلة جدا من الوقود الارلندر تن ممكن يفضل محلق في الهوى خمس ايام متواصلة في الرحلة الوحدة فالمنطط دي يعتبر من افضل الحاجات اللي ممكن يستخدمها العلماء في البحث العلمي لانه بيساعد في اتمام المهمة من غير انقطاع لانه بيقعد فترة طويلة في الهوى على عكس الطائرات اللي الوقود بتاعها بيخلص بسرعة غير كده ان الارلندر تن صديق للبيئة وما بيطلعش كمية عدم كبيرة زي اللي بتطلعها الطائرات يعني لو انت قارنت ما بينه وبين الطائرات في مبعثات غساني اكسيد الكربون هتكون النسبة عشرة لمية وتلاتين غير كمان ان السفر عن طريق الارلندر بيكون مريح وما بيبقاش فيه الرجرجة الكتير دي اللي بتحصل في الطائرة لما بتتعرض لمطبط هواقية حاليا بيتم العمل على تجهيز منطاد اكبر من الارلندر تن وهيسموه ارلندر فيفتي وده هيبقى حجمه اكبر مع حمولة توصل لخمسين طن السؤال بقى هنا هل تفتكروا ان المناطيد المتطورة دي هيكون لها مستقبل كويس في عالم الطيران واللي هكون بس كويسة للرحلات السياحية والبحث العلمي ما تنسوش تكتبوا الاجابة في الكومنتات تحت الفيديو اشتركوا في القناة